ورجعنا لكم واستكمال فقرات الاغل خط احمر ولسه معانا مستر بيتسو مسماني ولكن بشكل مختلف يمكن لو تصرحات كابتن ابراهيم كانت في اطار قد يكون لاخيره فني حتى لو اختلفنا مع طريقته ولكن فيه تصرحات بتتجاوز الاطار الفني كابتن رضا عبدالعال اصبح مطلب جماهيري التصدي لتصرحاته وانا بقول ان لازم واقفة مع التصرحات رضا عبدالعال لان هي مش في اطار فني خالص ولكن في اطار موسيق نروح ونسمع كابتن رضا عبدالعال قال ايه عن بيتسو مسماني ونرجعنا عقب سرق الجون اللي هو الاولاني في خمس دقايق وبعد كده ما شفناهوش إلا بيجري ورامك ده افشل لما جاب الجون حصل؟ بلاش خدت انت بطولة افريقيا اللي هي كانت عاملة عليك ضغط وكانت عاملة على اللعبة ضغط وكانت عاملة على الجماهير ضغط واول مرة شوف جماهير الاهلي اول مرة سيبك من اي اوانطة جماهير الاهلي كانت مرعوبة من لعبة الزمالك وفرقة نادي الزمالك واخدت بلد انت بقى خدت البطولة دي خلاصة ضغط اتشال لما اجي في مطش الاتحاد اللي هو بقى مطش الاهلي والزمالك اللي هو بقى في كاس مصر لازم انزل اكل فرقة الاتحاد دي مع كل الاحترام والتأدير طبعا ده انا خدت بطولة اكبر بطولة في القرة كل مقتهد نصيب مقتهد علي الحرام في مطش الاهلي كان وقف يا جدا كان وقف اصلا مش دريان بالدنيا وكان وقعد بجانب مطش الاهلي والزمالك في افريقيا التاريخ هيذكر انزل مالك لعب حل ولا الاهلي اللي كسب لا بضربة حظ معروفة على الاهلي كسب بس بضربة حظ هو التاريخ بيذكر ده ما خلاص بقى معكورة زيزو لو دخلت خلاص ده الموديل الفني تحديدا لما يجي ياخد قرار مفروض بيسألش حد سيبك من الاوانطة بتاعت انه يروح اسأل المساعد وبيش عارف ايه كل دي اوانطة انما انت عشان محدش يبرجلك يوترك لا هي مش ضربة حظ ده اللي انت بتقوله ده نتاج ضربة شمس يعني ده كلام ما يطلعش غير نتاج ضربة شمس اولا انا مش فاهم اللغة بتاعت علي الكذا انت بتعمل ايه انت مدرك ان في شاشة قدامك ولا انت مش مدرك ولا وضعك ايه بالزبط لان الظاهرة بقت مملة وبقت انا بقاسف اقول انها مقززة اعلاميا كمان حتى كلامك فنيا صفر والله العظيم صفر هو مجرد يعني انت بتطلع بتتكلم في كلام يعني هنبقى بالبلدي بمعنى بقول ان النادي الاهلي سرق الجون الاول سرق الجون ازاي انت لو تشوف هدف السولية واللي معمول فيه والسكرينينج اللي عامله وياسر ابراهيم للسولية عشان يطلع مستحيل لو انت راجل فاهم فنيات تقول الكلام ده هنيجي الحتة تانية يعني ايه جمهور النادي الاهلي كان مرعوب من نادي الزمالك ازاي كلمة دي تتقال اولا جمهور النادي الاهلي عمره في تاريخه ما كان مرعوب من حد اه بنحترم الفرق الصغيرة زي الفرق الكبيرة لان ده يلق بشخصية النادي الاهلي نعم النادي الأهلي ما بترعبش من حد النادي الأهلي داخل المباراة وهو ملاعب الزمالك 8 مباراة في دورة أبطال أفريقيا كاسبان 5 ومتعدل 3 لو أنت ما بتعرفش تاريخ نعرفك كمان ضربة حظ ضربة حظ إزاي عشان زيزو جاب كرة في العرضة طب الكرة اللي جابها حسين الشحات فهدف سهل جدا كان يدخل كلام ملوش علاقة بأي شيء يخص الفنيات وأعتقد هو مجرد تعمد إساءة لمسيماني وكمان في حاجة بقى أنا مش فاهم يا إنت ما بتشوفش كرة يا ما بتحاولش تتفرق غير في كرة مصرية إحنا بنتكلم في يعني إيه المدرب بيسأل الجهاز المعاون وكأنها خطيئة الراجل بيسأل الناس اللي جنبه تحسوا محكاس يعني حاول كده تشترك في قنوات بتزيع الدورة الإنجليزي وتجيب مستر بيب جورديولا لما كان موجود ده هو بيحبه أصلا ده المدرب المفضل عنه يا عم بيحب إيه هو فاهم جورديولا بيعمل إيه نشوف نشوف صورة والله بيحبه كده بالشبه نشوف صورة ده أرتيتا ومعاه بيب جورديولا وهو بيسأله في المباراة وفي التغييرات وفي السنانيوم الصورة بس ده أكتر من لقطة كان دايما بشكل دائم ده بيحصل برضو هنا في الصورة دي وفيه مشهد تاني ده المدير الفني اللي بيشتغل وده طبيعة أنا جايب الجهاز مش جهاز مالوش دور ده جهاز في فريق كبير وكلها أسماء كبيرة وشوفنا الرجل المساعد المدرب بتاعه ده رجل كان بيقود فرق في دور جنوب أفريقيا هو مش جايب ناس مالهاش قيمة كابتن سامي قمصان خد قبرات كتيرة جدا وكل الجهاز الفني فأعتقد تصرحاتك بجد بقت شيء غير مقبول لا إعلاميا ولا رياضيا ده ده كمان يا فارس طب ما عندنا بقى هو بيشجع برشلونة وبيتابع برشلونة يسأل كده المساعدين أو الداتة أنا لست في برشلونة أو في ليفربول عددهم قد إيه 12 مساعد و15 مساعد في برشلونة وأعتقد دي كرة القدم الحديثة يا كابتن ردا ولكن ليك تصريح هنتعرض ليه هتوضح أنت إزاي بتقيم الأمور وأنا باتطفق مع فارس فكرة ما ينفعش ناخد التصرحات بالشكل ده تقييم فني إحنا معاه تقييم بقى جبناه قبل كده بناءنا على الشكل وبناءنا على اللون واعترضنا على الكلام ده الكلام بقى بشكل عام بالطريقة دي أعتقد بقى صعب جدا خاصة يا كابتن ردا وأنت أساسا ليك رأي في بيتسو مسماني بعد مباراة صعبة جدا خضى في الدوري المصري كمان وكان رأيك مختلف تماما على الكلام اللي أنت قول ده نطلع نسمع رأيك أنت عشان تقارن أنت بنفسك مين فيهم ردا عبد العالم كله كان بيلعب بنجومه ما تحسش أن فيه خطوة دهنادي قاله كان ناقص وكان هيكسب ودي هنا تحسب لمسماني بقى يعني إحنا بنقول لسه قدامه فترة عبال ما يبدأ ياخد الإحساس ويعرف اللعبة والكلام ده بس هو عمل حاجة طبعا مش أفهمها غير الناس اللي هي يا مدربين يا لعبة اللي هو لعب أربعة أربعة واحد بعد الطرد لعب أربعة اللي هو مد فيين ساعة دي ويعب في نص الملعب الأربعة اللي عمله ستارة ويساب أجيال واحده هو اللي يناوش قدامه خلاص عشان ما يفقدش حتة نص الملعب هو كان بيقفل بيعمل كسافة دي في نص الملعب التغيير اللي عمله وطلع بجي اللي هو كان لسه نازل عشان يقفل نص الملعب لأن لو لعب بالتنين رصات حربة كان يبقى فيه فجوات كتيرة وصورات كتيرة وكان ممكن بيرامت زيهاد إذن موسماني من وجهة نظرك هو مدرب زكي لا هو مدرب عنده خبرة لأنه ما عملش التغيير دي إلا مدرب فاهم ما كان ممكن طلع مثلا أجياء عادي يعني هو مدرب كويس جدا جدا أه طبعا هو اللي يقول غير كده يبقى كذاب وبرضو هقول لك على حاجة يعني يعني وجهة نظره يعني ممكن يبقى فيه حتى لا 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 لسبب لسبب لأنه لما جلع بالأهل والزمالك عمل علينا ماتشاة هيلة أنت أتواكم عليهم دي واللي يقول غير كده كذاب الكابتن رضا عبد العال أنا مش قادر استقاوه بيقوله مدرب زكي قاله لا هو مدرب عنده خبرة وفاهم طب يعني ما فيش ربط بين الراجل ده فاهم هو بيعمل ايه متعلق بفكرة الزكاء وبعدين بتتكلم عن مباراة كانت مباراة أمام فريق بيرامتز وبيلعبه والنادل قاله بيلعب من بدر جدا عشر لعبين وبتقر أن الراجل قادر مباراة بكفاءة عالية جدا واللي يقول غير أن الراجل ده كويس جدا يبقى كذاب وهنا السؤال مين كابتن رضا عبد العال في الفيديوهين دول كابتن رضا عبد العال الأولاني اللي شايف موسيماني مش داريان بالدنيا ولا اللي شايف بيتسو موسيماني مدرب فاهم جدا وعنده خبرات واللي يقول غير كده كذاب ده سؤال لكابتن رضا عبد العال عنده هو الإجابة أعتقد يا وسامة التنقض بيرد على نفسه زي ما أنت قلت ولكن اسمح لي بقى يكون عندي تفسير يعني أنت طرحت تنسائلين مين كابتن رضا أنا عايز أقول لك سيبك بقى من الحتة دي خالص أنا عايز أقول لك كابتن رضا أصلا إيه أسباب ودوافع كل رؤيته وتحليلاته الفنية وإيه المدرسة اللي بيعتمد عليها في أفكاره الفنية نطلع ونشوف الفيديو ده النادي الأهلي من غير أي مدرب ربنا أخذ بطولات كلها لا ما فيش حاجة اسمها فرقة مجدر مدرب أنت بدير فنية فاهم وعارفك كابتن رضا أسمع الكلام أنا بقول لك إحنا كلنا عقص أقول للمدربين دولة عقص أنا من ضمنه أول واحد عقص إحنا بنقعد نتكلم حلوة أوي يعني إحنا بنقعد نتكلم حلوة أوي عندما بتيجي في الملعب وربنا لها بتشوف التغيير ولا بتشوف مين أحسن لأي في الملعب ولا حتى رؤيتك الملعب الفرقة التانية مين أحسن واحد فيهم تخليت التدريب هجس؟ إحنا واخدنا بالفهلاوة والحب والعلاقات والكلام ده إحنا مش واخدنا بجد آه بس ده مش كلام يعني ينطبق على كل المدربين بص شيل الكابتن حسن شحاتة آه وشيل حسام حسن آه وشيل إهاب جلال وبشلكنا وأنا أول واحد في الهجسين حطيني رقم واحد في الهجسين كابتن ردى أول واحد في الهجسين ولما بينزي الملعب ما فيش الكلام ده أعتقد يعني إحنا حنعقب نقول إيه على مدرب أو شخص شايف نفسه أفكاره الفنية هي مجرد هقس ولما بينزي الملعب ما بيعملش حاجة ده انعكاس لفريق طانطة اللي هو تجربته التدريبية معاه في المركز التلاتاشر من ستاشر فريق عنده خمس نقط من خمس مباريات يعني تضيق عملي للهقس لا بس هو ما قالش نوع بس سؤال أنا أول هؤلاء الهجسين لكن الكابتن ردى بما أننا بنتكلم في سكة الأراء اللي فيها هقس كتير كان فيه رأي أعتقد ما تسمعوش من أي محلل فني مرة عليه مباراة واحدة للنادي الأهلي شاف فيها علي معلول وهو حتى في أسوأ حالاته كان ليه رأي في علي معلول في مارس تحديداً 2017 الحمد لله أننا ما سمعناش رأيه أو أننا استغنينا عن علي معلول نسمع رأيه لكابتن ردى ونرجع نتكلم بالأرقام مين من وجهة نظرك في النادي الأهلي هستحق أنه هو يمشي ومين في النادي الزمالي لا يمشي أنا ما ليش دعوة بعطل عيش لا يمشي دي لأ لما قولي قولي أن ده أقولك مش استايل النادي الزمالي مش استايل النادي الزمالي مين في النادي الأهلي شايف من وجهة نظرك أنه مش استايل النادي الأهلي ومين في النادي الزمالي مش استايل النادي الزمالي لا انت فكرني انا بشوف بس يعني ايه معلول ده معلول ده مالو مالو بقى معلول انا مش مقتنع بي انا كمدرب وبدو لك مش مقتنع بعلي معلول ايو مش مقتنع بي او انت اللي بتقوله اللي واخذ يفكر ثم يفكر ويبحث عن لاعب فاذا به علي معلول ده يا كابتر رضا علي معلول ده افضل باك شمال محترف في مصر بعد جيل بيرتو وان كان خلاص بيقترب من مكانة جيل بيرتو عند جماهير النادي الاهلي ومش بس كده علي معلول في الفترة دي لو استعرضنا ارقامه هتلاقيه كان مساهم هو بعض الوقات مصاب بشكل كبير جدا في 2017 فيه 13 هدف تقريبا في سواء بطولة الدوري او بطولة الكاس او بطولة كاس مصر الاهم ان علي معلول اللي لو كنا سمعنا الكلام وما احتفظناش بعلي معلول علي معلول حاليا النادي الاهلي مسجل 10 اهداف مساهم بخمسة باك شمال مساهم بخمس اهداف في 3 مباريات 4 اسست وهدف علي معلول يا كابتر رضا اللي لما كان بيغيب مباراة نهائية كنا بنقلق دي احصايات علي معلول في الوقت اللي انتقط فيه الكابتر رضا عبدالعال علي معلول اللي حاليا واصل لـ 23 هدف و41 اسست مساهمة مع النادي الاهلي في 4 مواسم علي معلول اللي دخل النادي الاهلي ياخد الدوري زي صباح الخير دي كانت كلمة علي معلول في تعقيبه الدوري في الاهلي صباح الخير علي معلول غاب 2 نهاية افريقيا النادي الاهلي لم يحالفوا التوفيق فيهم بالتأكيد مش علي معلول هو السبب فقط لغير لكنه كان عنصر مؤثر جدا 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 وغيابه اثر فنيا على النادي الاهلي لما حضر علي معلول على رأيك كابتن متحد شربي حط الزغلول وخذنا بطول الدوري أبطال أفريقيا بالقضية واعتقد يا كابتن رضا محتاج احنا كل حلقة بقول محتاج طب نعمل لازم في مراجعة شوية ابراهيم فقاعد بيتحك أساسا زميل ابراهيم فقاعد بيتحك يعني مش عايزة أقولك محتاج تراجع الأفكار دي لا محتاج تشوف أي حاجة تأملك رئي انك تجيب بصيرة النادي الاهلي لأن الموضوع هيبقى هنا فعلا هنوصل لمرحلة الكوميديا هنا في الآله خط أحمر فدي كانت فقرة رضا عبد العالي فارس عندنا بقى فقرة تانية لا هتطلعنا فاصل قبلها هتطلعنا فاصل قبلها هتطلعنا فاصل قبلها عشان نرجع ناخد بريك كده والناس تكون خارج بريك خد بريك بتعوضها لا هتطلعنا فاصل خلاص خلاص نطلع فاصل هو أطراف أي حتى وتقدر تمسك موبايل شكرا